إن من أكثر الأشياء مضيعة للوقت في التسويق هو محاولة تغيير العقلية ملخص كتاب 22 قانون ثابت في التسويق خالف تلك القوانين على مسؤوليتك الخاصة تأليف ألفريد ريس وجاك تراوت بصوت سامير مصاروة تنفق الكثير من الشركات ملايين الدولارات على برامج تسويقية غير فعالة على الرغم من توظيفها للأشخاص الأكثر خبرة وذكاء في مجال التسويق إلا أن هذه البرامج يكون مصيرها الفشل الذريع ولكن لماذا تفشل هذه البرامج التسويقية؟ الجواب بسيط لا تتبع هذه البرامج القوانين الأساسية للتسويق فالكثير من العاملين في هذا المجال يرفضون فكرة وجود قوانين للتسويق ويقبلون القوانين الطبيعية والاجتماعية والفيزيائية في الوقت نفسه ويرون أن التسويق يحقق أي هدف بمجرد العمل بنشاط وإنفاق المال اللازم لتمويل الحملات الإعلانية لقد درسنا مبادئ التسويق ومشاكلها وحللنا برامج تسويقية متنوعة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً لنضع هنا خلاصة تجربتنا الطويلة في التسويق في مجموعة من القوانين الثابتة وإذا خلفت تلك القوانين في برنامجك التسويقي فلتتحمل مسؤولية فعلتك هذا هل تعرف ما هي أول جامعة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنها كلية هارفورد حسناً، هل تعرف ما هي الجامعة الثانية التي تأسست بعدها؟ لا أظن أن الإجابة سهلة يعتقد الكثيرون أن المشكلة الأساسية في التسويق هي إقناع العملاء بأن منتجاتهم هي الأفضل ويغفلون عن حقيقة أن العلامات التجارية الرائدة في الأصناف هي المنتجات الأولى ولذلك فبدلاً من إقناع عملائك بمنتج أفضل ابذل الجهود ليكون منتجك الأول في فئة ما وبذلك يكون الوصول إلى عقولهم سهلاً لا تستسلم إذا لم تستطع أن تجعل منتجك الأول من نوعه بدلاً من ذلك، ابحث عن نوع جديد واجعل منتجك الأول فيه لا تفكر في إجابة عن السؤال كيف لهذا المنتج أن يتفوق على المنافسين؟ بل، فكر في الإجابة عن ما هي الفئة التي يعتبر منتج الأول فيها يهتم الناس عادة بالجديد أكثر من اهتمامهم بالأفضل وبذلك سيبدأ منتجك رحلته في السوق دون منافس وقد استطاعت شركة ديل تحقيق نجاح كبير في سوق الحواسيب بعد أن سوقت لنفسها كأول شركة تبيع الحواسيب عبر الهاتف واليوم تصل قيمة هذه الشركة إلى مليار دولار ولذلك فالأفضل أن تكون الأول في عقول الناس من أن تكون الأول في السوق كل ما هو موجود في عالم التسويق هو تصورات في أذهان العملاء فتصوراتهم هي الواقع وما سواها هو وهم وهذا ما يدفع المتخصصين في التسويق إلى تعلم طرق عمل الدماغ وكيفية تكوين تصوراته وآرائه ويستخدمون هذه المعرفة في تصميم حملاتهم التسويقية ولذلك فإن معركة التسويق ليست معركة منتجات وإنما معركة تصورات فكلمة هوندا على سبيل المثال يفهمها الشعب الياباني على أنها دراجة نارية ويفهمها الناس في الولايات المتحدة على أنها سيارة يمكن أن تحقق الشركة نجاحاً منقطعاً نظير إذا وجدت طريقة لغرس كلمة بسيطة متداولة في ذهن العملاء فعادة ما يلتسق المجال باسم المنتج الأول فيه فعند ذكر كلمة حاسوب يتبادر إلى الذهن على الفور شركة IBM لا يمكنك أن تأخذ كلمة لمنافس آخر ضع كلمة خاصة بك وابذل ما بوسعك لحمايتها في السوق لقد سبقت شركة فولفو للسيارات جميع المنافسين واستحوذت على كلمة الأمان التي أصبحت تعبر عن منتجاتها حاول المنافسون تسويق السيارات على أساس السلامة ولم يفلحوا وقد اعتقدوا أن تمويل الحملات الضخمة كفيل بسحب الاسم من فولفو وهذا ما أثبت فشله تماماً هناك تسلسل هرمي للمنتجات في عقول العملاء ويمكن تشبيه هذه الهرمية بالسلم فكل درجة من درجات السلم تحمل منتجاً من منتجات الفئة الواحدة ولا يختار العملاء إلا ما يتوافق مع هذا السلم فالعقل البشري يعمل بطريقة انتقائية وقبل أن تبدأ في بناء استراتيجيتك التسويقية اسأل نفسك أين نحن على السلم؟ ويتألف السلم عادة من سبع درجات كحد أقصى تبني المنافسة السلم الخاصة بها في عقول العملاء عند دخول الأنواع الجديدة إلى السوق وتتوزع المنتجات على درجات السلم وبعد أن تنتهي المعركة وتسحق أغلب المنافسين تتحول المنافسة إلى معركة طويلة الأمد بين لاعبين اثنين من الكبار وينخفض عدد درجات السلم فيصبح درجتين اثنتين فقط وللوصول إلى المركز الثاني عليك الاستفادة من نقاط ضعف صاحب المركز الأول فبدلاً من استهلاك الجهود في معركة طاحنة مع الأول قدم نفسك كبديل له فلا تحاول أن تكون أفضل حاول أن تكون مختلفاً وتذكر أنه بعد استقرار نوع ما في السوق تبدأ منتجاته في الانقسام على الفور فالحواسيب ظهرت في البداية ثم تفرعت عنها الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة وغيرها اغتنم الفرصة لتكون الأولة في أحد المنتجات الجديدة أي المتفرعة عن المنتج الرئيس اقتباس تصبح أقوى حين تخفض نطاق عملياتك ولا يمكنك التركيز على شيء إذا سعيت إلى كل شيء الفصل الثالث تجنب استخدام اسم علامة تجارية ناجحة في منتج جديد ولا تخف من التضحيات غالباً ما تحقق الاستراتيجيات التي تستخدم قانون تمديد الخط مكاسب في وقت قصير ثم تحدث الخسارات على المدى الطويل وقانون تمديد الخط يتضمن استخدام اسم علامة تجارية ناجحة لمنتج جديد وقد واجه موهان مورجاني تلك المشكلة حين استخدم اسم شركة كوكاكولا لإحدى منتجاته في الملابس إذ إنه حقق مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة ثم فشل فشلاً ذريعاً وحدث ذلك أيضاً مع دونالد ترامب فبعد أن نجح في التجارة وضع اسمه على كل شيء وبعد أن حقق المكاسب قصيرة المدى خسر وتجاوزت ديونه المليار دولار أما عن قانون التضحية فهو عكس قانون تمديد الخط إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً اليوم يجب أن تتخلى عن شيء ما هناك ثلاثة أشياء يجب التضحية بها في البداية أولها خط الإنتاج لا تفكر في الإنتاج الغزير والبيع الوافر في بداياتك فانظر مثلاً لشركة أمري للشحن الجوي قدمت خدمات شحن جوي شاملة ومتنوعة أما شركة فيدرال إكسبرس فقد ركزت على الشحن السريع للصناديق الصغيرة والنتيجة أنها أصبحت اليوم شركة أكبر بكثير من إمري إيرفرايت الأمر الثاني الذي يجب التضحية فيه السوق المستهدفة فبعد أن اكتسحت شركة كوكاكولا السوق وتفوقت على بيبسي اختارت بيبسي التركيز على سوق المراهقين بحملة تسويقية فقلبت الطاولة على شركة كوكاكولا بعد أن ضحت بفئات من السوق أما الأمر الثالث الذي يمكن أن تضحي به هو عدم التغير أي عدم تغيير استراتيجيتك إلا للضرورة فلا تقع في فخ التغيير المستمر وتذكر أن التسويق معركة أفكار فإذا كنت تريد النجاح يجب أن تكون لديك فكرة أو ميزة خاصة بك لتركز جهودك عليها فإذا لم يمتلك المنتج الخاص بك تلك الميزة عليك تقديمه بسعر منخفض للغاية لتعويض غياب الميزة الخاصة بك إذا تأملنا العلامات التجارية لمعجون الأسنان نجد أن لكل علامة تجارية ميزة خاصة بها على الرغم من أن جميع منتجات معجون الأسنان تغسل الأسنان وتنظفها إلا أن أحدها يوفر ميزة التبيض والآخر يقدم ميزة الرائحة المنعشة ولكن هل يمكن لك أن تحول عيوب منتجك إلى مزايا؟ تلاقي العبارات التي تعبر عن السلبيات قبولاً أكثر من العبارات التي تعبر عن الميزات إذ إنها تبقى موضع شك لدى الآخرين فعندما ترسل الشركة في حملات التسويق اعترافاً ما يميل الناس غريزياً إلى فتح عقولهم وهذا ما يسمح لرسائلها بالوصول لقد طرحت شركة سكوب غسول فم حسن المذق أما غسول الفم الذي تقدمه شركة لسترين فقد كان سيئ المذق ولكنها استطاعت التغلب على هذا العيب بذكاء فوضعت في إعلانها صراحة استخدم المذاق الذي تكرهه مرتين في اليوم فترسخ في أذهان الناس أن المذاق الكريه هو سر فعالية الغسول في قتل الجراثيم يعتقد الكثير من العاملين في مجال التسويق أن النجاح يكمن في بذل الجهود الكبيرة باستمرار ولكن القوانين تختلف في عالم التسويق فحركة واحدة قد تؤدي إلى نتائج عظيمة وهذا ما يبحث عنه جنرالات الحرب المحنكون في معاركهم إنها ضربة واحدة لا يتوقعها العدو تقلب موازين المعركة وتسمى هذه الضربة في المصطلحات العسكرية بخط أقل التوقعات والاستخدام هذا المفهوم في التسويق عليك توجيه كل قوتك تجاه النقطة الأضعف للمنافس للإطاحة به وعلى الرغم من التطور التكنولوجي إلا أن التنبؤ بالطقس بعد أسبوع يعد أمرا صعبا فكيف بالتنبؤ عن تقلبات السوق الكبيرة لسنوات عدة عليك إذن أن تركز جهودك على التخطيط الجيد على المدى القصير وأن تضع نصب عينيك أهدافك النهائية لتتحرك نحوها بتلك الخطط القصيرة دون التفكير في المستقبل وحاول أن توفر في استراتيجيتك التسويقية مرونة كافية للاستجابة للتغيرات التي قد تحصل التغيير ليس سهلاً ولكنه الطريقة الوحيدة للتعامل مع مفاجآت المستقبل لا تمتلك الكثير من الشركات شجاعة الاعتراف المبكر بالأخطاء مما يزيد من خساراتها التي قد تحدث بفعل تلك الأخطاء فبدلاً من ذلك تتمسك بالقرارات الخاطئة وتحاول الإصلاح لقد استمرت شركة أمريكان موتورز في تصنيع سيارات الركاب ولم تتوجه إلى تصنيع سيارات كبيرة كما تمسكت شركة آي بي أم بآلات النسخ لفترة طويلة أكثر من اللازم نجد قدرة الاعتراف المبكر بالأخطاء عند اليابانيين فأسلوب عملهم الجماعي يخفف وطأة الخطأ إذ يتحمله الجميع بدلاً من أن يلقى على عاتق فرد واحد ولعل نهج شركة وولمارت مثال جيد على الالتزام بهذه القاعدة فلا تعاقب الشركة موظفيها على ارتكابهم الأخطاء بل تشجعهم على التعلم منها وتكون العقوبة قاسية إذا تكرر الخطأ عندما تسير الأمور على ما يرام لا تحتاج الشركة إلى الضجيج فلا يعني تصدر الصفحات الأولى في الصحف نجح حملة التسويق فكتب التاريخ زاخرة بقصص المنتجات التي أحدثت ضجة كبيرة في الصحافة والإعلام ولكنها فشلت في التسويق لقد اضطر ستيف جوبز إلى طباعة تذاكرة إضافية لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق نيكست كومبيوتر على الرغم من عدم توفر مقاعد إضافية أين هذا الحاسوب الآن؟ هل نجح؟ تذكر أن النجاحات الكبرى لا تصل في وضح النهار وإنما تتسلل ليلا دون سابق إنذار بكلمات أخرى ينخدع الكثيرون بالموضة فتضع الأرباح غشاوة على أعينهم ويغفلون عن حقيقة أنها ظاهرة قصيرة المدى وما إن تنتهي الموضة حتى يواجهون الصدمات المالية فبدلا من الوقوع في فخ الموضة أعمل على اتجاه تسويقي طويل الأمد دون الردوخ لمغريات الموضة قصيرة الأمد فدمية باربي التي ظهرت في بداياتها كصيحة جديدة لم يلجأ أصحابها إلى توزيعها لتحقيق المبيعات الوفيرة بل عمل باستراتيجية تسويقية طويلة المدى ولهذا حققت انتشارا عالميا اليوم وختاما مهما كانت فكرتك استثنائية وخلاقة فلن تنتشر دون المال أما التسويق فيأتي لاحقا لقد كانت فكرة ستيف جوبز خلاقة ولم يكن لها النجاح لو لا المبلغ الذي قدمه له صديقه مايك ماركولا وهو واحد وتسعون ألف دولار لذلك احصل على الفكرة أولا ثم احصل على المال لاستغلالها فالمال يدفع بعجلة التسويق إلى الأمام فكرة بارزة من الكتاب قبل أن تبدأ بإعداد أي خطة تسويق اسأل نفسك الأسئلة الآتية أين نحن على السلم في عقل العميل؟ هل نحن على الدرجة الأولى أم الثانية؟ أم أنه ليس لنا مكان على السلم؟ والآن تحقق من أن خطتك تتعامل بشكل واقعي مع مكانك على السلم الخاتمة تنفق الشركات أموالا طائلة وتستقطب خبراء التسويق الذين يبذلون الجهود الكبيرة في سبيل تحقيق انتشار واسع لمنتجاتهم وخدماتهم ومع ذلك تفشل الكثير من البرامج التسويقية فشلا ذريعا لانتهاكها قوانين التسويق الأساسية فبذل الجهود الكبيرة هو عامل مهم ولكنه ليس مفتاح النجاح في حملة التسويق فمعركة التسويق هي معركة تصورات لا معركة منتجات ولتستطيع الوصول إلى عقول الناس عليك أن تعرف طريقتهم في بناء أفكارهم وتصوراتهم تجاه المنتجات وأن تتجنب الوقوع في الفخاخ الشائعة التي أسقطت كبرى الشركات كالتقليد وعدم الابتكار والانشغال في المنافسة على حساب تطوير المنتج لذا تذكر أن تتقن هذه القواعد حتى لا تخرج من اللعبة مبكرا